يعيش عبد الكريم بعد رحيل والدي حياة قصية بعيدا عن دفء العائلة القصة الكاملة نتابعها مع عبد العالي رحومة وهدر بوالي هنا وراء جدران هذا البيت البالي بحي أول نوفمبر في ولاية الوادي يقتن عبد الكريم ذو الخمسة عشر ربيعة وحيدا يصارع الحياة بعيدا عن الدفء العائلي بعد رحيل أبواه كانت عائلة كاملة أحشاكمت مرضة مرضة الأمة مرضة خبيث عادت واحدة العام وهي تعاني في مرضة تمشي الوريق لا أدير فيه الشيء وتوفت هي بعد عام قد قد وأكل ولي لكن توفى الشيء قد غير أنا وأختي وأخي في هذا المنزل وأختي مع جارتي مع جارنا تسكن الآن مع جارنا وأنا واحدة مع أخي عشاء عند الجيران حتى الفطورة عند الجيران واحدة رغم ظروف القاسية التي يعيشها عبد الكريم بعد وفاة والديها إلا أن حلمه ليكون طبيبا ويساعد الناس جعله يتمسك بدراسته ويتميز فيها إلا أن الأوضاع المادية وقفت عائقا أمام تحقيق حلمه برغم الظروف المعيشية ورغم ضعف الإمكانيات في الدراسة أنا نزك طب ما أبدأ زملائي برغم هذا كنت نقدر نجيب معدل أكثر لكن برغم الظروف المعيشية هذه ما نقدرش منه مش متوفرة الأمال التاعي أنه كي نكبر نجي طبيب العام اللي فات ديما راحنا وياه المدرسة ونقرنا وياه في الدعم ديما كل يوم راح ونجي هنا نقرنا وياه وجي نهو غادي الحوش وكنا نفت ونتعيش مع بعضانا طفل معناها الحمد للعالمين يلقاء يقرأ مليح ومستهل في الجامعة يمشي يصلي ويجي ومحترم وما يجيبش الأذى للناس هنا والناس كل تشتيه وتحبه ورغم فيه معاناة كبيرة ياسر ظروف ومعاناة أقدار جعلت هذه البراءة تفقد حنان العائلة لكن تضامن الجميع ومساندتهم لحالته ستلد من رحم الحرمان طبيبا إذا وجد قلوبا تدفع به لتحدي الصعاب